السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في الفيديو النهاردة هنعمل مع بعض كيكة سهلة وبسيطة جدا ببطين بس مش اكتر من كده كيكة تراب الاساطير كيكة تركية لها ضجة جندة جدا شكلها مفرح قوي مبهجة طريقتها بسيطة جدا جدا هنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ابي وصحبي وسلم بسم الله معي في مقاديري كوباية سكر كوباية لبن كوباية زيت كيس نسكا فيه بلاك او لو عندك برطمان هتاخذي منه معلقة كبيرة في الخلاط هحط السكر واللبن وكيس النسكا فيه وكمان نصف كوباية كاكاوخام انا حاطيت النسكا فيه البلاك ده عشان يعزز ويقوي الطعم اكتر هحط نصف كوباية كاكاوخام ويفضل يكون اسباني او هولندي ومعيار الكوباية يكون واحد نضربه في الخلاط هيبقى بالشكل ده دلوقتي هضيف شوية من الزيت وهبدأ اضرب تاني وهضيف باقي الزيت زي سرثوب رفيع جدا لحد الخليط بتاعي ما يتقل بالشكل ده هاخد منه حوالي نصف كوباية طبعا انا نسيت احط كمان قطعة قطعتين او واحدتين من الهوهوس وانا بضرب فارجعت خدت شوية دول وضربت فيهم حتتين من الهوهوس كمان باقي الصوص اللي معايا طبعا انا اخدت منه نصف كوباية والباقي ده فالخلط زي ما هو هضيف له بطين لو البيضة بتاعتك صغيرة هتحطي ثلاث بدوت زي ما انتو شايفين بالشكل ده ورشة ملح صغيرة علشان تظهر لي الطعم وطبعا دي سنة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دلوقتي هضيف كمان معايا معلقة كبيرة من الخل وطبعا انا نسيت اقول لكم وكمان هنحط الفانيليا وهنحط كمان دلوقتي قطعتين من الهوهوس او واحدتين من الهوهوس عشان انا نسيت المفروض كنت دربتها في الاول خالص مع السكر واللبن والزيت والحاجات دي بس لما نسيت انا خلصت هنا وارجعت شضفت الخلط بداي وحطيت السوس اللي انا شلته في الكباية وحطيت كمان عليه قطعتين من الهوهوس وضربتهم وحطتهم في التلاجة تانية عشان ازين بيهم نيجي هنا معايا كبايتين من الزي ايه هضيف عليهم الخليط اللي احنا ضربينه في الخلط كبايتين زي ايه منخلين كويس يا جماعة هبدأ بالشكل ده كده طبعا الفرن بتاعي دلوقتي بيسخن على درجة حرارة 180 بشغل الفرن قبل ما بعمل اي حاجة هفضل اقلب بالشكل اللي انتو شايفينه ده لو القوام لقتيه معاك يتقيل هتضيفي شوية لبن لحد ما تلاقي القوام زي كده بالزبط انا برضو القوام تلا معايا تقيل شوية فضفت شوية لبن صغيرين قبل حد ما داني القوام ده هو ده اللي انا عايزيه بالزبط فصنية مدهونة مادة دهنية سماء او زيت او زبدة زي ما تحبي هبدأ اصب بسم الله بالشكل ده كده الكيك بتاعي طبعا يدخل على درجة حرارة 180 حوالي 30 او 35 دقيقة اول ما بيخرج من الفرن ببدأ اغطيه بفوطة نضيفة علشان يحافظ على التراوة لجوء دلوقتي جبت نص الكوبية اللي انا كنت احطى فيها الصوص اللي احنا عملناه في الاول والكيكا دي شوية شبيهة بالشاتو وبحطها كده على الوش زي ما انتوا شايفين وبادهنوا كده بالشكل ده ما شاء الله شكلها حلو جدا طعموها رائع فوق ما تتخيلوا وهنزينها بقى بقطع من الهوهز والسبرينكلز وبالفارمستيل وسموها تراب الاساطير لان اساسها في التزيين اللي هو الصوص ده وفوقه السبرينكلز لما شو متوجد عندك ممكن ترشي عليه جوزهنت بدل منه ممكن تكتفي بالصوص بس وتحط كمان قطع الجوزهنت عفوا الهوهز فليكي حرية لاختيار كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين دلوقتي كمان عندي بسكوت الكاكاو انا مش كسرته يعني جراش له كده حاجة خفيفة عشان تحس بطعمه ونكته وانتي بتكليل ودلوقتي هزين بقى بالهوهز عايز اقولوك انه كان يوم رائع جدا انه ماما وبابا واخواتي كانوا عندي فكنت عاملة كمية حلويات اللي بقسة بيها يعني وده من ضمنهم واختي هيبة اللي كانت بتصور فعشان كده كنا بنتحك فالتصوير جاي ما هزوز شوية دلوقتي بنروشل سبرينكلز زي ما انتوا شايفين بالشكل ده وعايز اقولوكو هنا التمازج الالوان رائع جدا الصوص بني غيمق والسباسكوت لونه فاتح شوية والسبرينكلز الوان صريحة في الوان متدخلة كده خرافة ما شاء الله وطعمها حلو جدا بكوباية شايب كوباية نسكفيب شايب لبن فطار بقى في العصاري كده وانتوا قاعدين زريف قوي بس كده خلصناها دلوقتي هحط معايا بقى الهوهز قطع الهوهز زي ما انتوا شايفين وعايز اقولوكو ان الهوهز لما بينضرب في الخليط نفسه الطعم بتاعي يختلف تماما عن الشاتوه بصراحة الهوهز بيدوله طعم خرافي للاول مرة يزول القناة ما ينساش اللايك والاشتراك او سابسكرايب ويدغط علامة الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد اعايز اقولوكو ان الفيديو ده من الشيطة اللي فات كان على القناة القديمة الحمدلله على كل حال اللي هي تسرقت نقول تسرقت مش هنقول تقفلت هنقول تسرقت فالحمدلله بس كده خلصناها تتقطع بقى وتتقدم وتكلوها بالهنة والشفة ما تنسوش مرأة اهم حاجة بس انتم طلعينها من الفرن تغطوها بفوطة نضيفة عشان تحتفظ بالطرواة بتاعتها وما تنشفش رشة الملح مهمة جدا جدا في اي كيكات والفانيليا كمان يارب يكون فيديو النهاردة عجبكو أسابكم فرعية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى ملتقى إن شاء الله